اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم 14 فلسطينيا من بينهم قيادي في حركة حماس خلال عمليات دهم وتفتيش في عدة قرى وبلدات بالضيفة الغربية المحتلة وتواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي اغلاق مداخل عدد من القرى والبلدات في جنوب مدينة نابلز شمالا وفي مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة رامالا واستضفة حيث اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس احمد زايد بعد مداهمة منزله واقتياده بعد ذلك الى جهة غير معلومة